بتوجهات صاحب السموة شيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي أهدي أبو ظبي نائب القائد الأعلى القطم سلحة ومتابعة سموة شيخ حمدان بن زايد آل انهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت الهيئة ميرا رمضانيا على سكان أربعين قرية في ولاية ترارزا في موريتانيا وتأتي توجيهات القيادة الرشيدة في إطار الجهود الإنسانية والتنمية التي تطلع بها دولة الإمارات لتحسين الحياة وتخفيف المعاناة البشرية الناجمة عن شح الغذاء ونقص موارده في العديد من الدول الشقيقة والصديقة وتلبية للاحتياجات رمضانية للأشقاء في موريتانيا خلال الشهر الفضيل وشرعت هيئة الهلال الأحمر بتوفير منتطلبات رمضان للأشقاء في موريتانيا وإيصالها إلى المستهدفين في مناطق سكناهم في حوالي أربعين قرية في ولاية ترارزا الحدودية مع السنغال وذلك بالتنسيق مع سفارة الدولة في نواكشوت وعدد من الشركاء المحليين في الولايات المعنية المعنية